وأكدت السلطنة وجمهورية النمسا على أهمية الحوار البناء من أجل حل مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مؤتمر صحفي مشترك مع معالي إكساندر شالينباريك الوزير للتحدي للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن السلطنة كانت وما زالت داعمة للسلام والأمن في المنطقة مشيرا إلى أن جميع الأطراف اليمنية أصبحت حريصة ومقتنعة بأهمية إنهاء الأزمة من أجل استقرار اليمن وشعبه والمنطقة بشكل عام من جانبه قال الوزير النمساوي أن الدورة الذي تقوم به السلطنة في مختلف القضايا الإقليمية أصبح واضحا وجليا مؤكدا على أن السلطنة والنمسا تدعمان جهود المبعوث الأممي لليمن ولديهما وجهات نظر متطابقة حيال العديد من الملفات في المنطقة مثل الأزمة اليمنية والملف النووي الإيراني والأوضاع المستجدة في أفغانستان